اشتركوا في القناة او ما تعرف بافعال المقاربة والرجاء والشروع ما هي افعال المقاربة والرجاء والشروع وما الفارق بينها وبين كانا واخواتها هي افعال ناقصة ناسخة اي لها اسم ولها خبر مثل كانا واخواتها ولكن خبر هذه الافعال لا يكون الا جملة فعلية فعلها مضارع يرفع ضميرا يعود على اسمها اذا الفارق الجوهري بين كانا واخواتها وكادا واخواتها هو في الخبر فخبر كانا واخواتها يأتي مفرد وجملة وشبه جملة اما كادا واخواتها فلا يكون الا جملة فعلية فعلها مضارع اولا افعال المقاربة وهي كادا واوشكا وكرابا كادا المعلم ان يكون رسولا الفعل الناسخ والناقص هو كادا واسمه المعلم مرفوع علامة رفعه ضم والخبر هو جملة ان يكون رسولا او شكل مسافر ان يعود الخبر ايضا جملة فعلية وهي جملة ان يعود كربت الشمس تغيب كربة فعل من افعال المقاربة والاسم هو الشمس والخبر جملة ان تغيب يكاد زيتها يضيء هذه الافعال تأتي ايضا بصورة المضارع ومضارع كادا يكاد واوشكا يوشك يكاد زيتها يضيء اسمها زيت وخبرها جملة يضيء توشك الازمة ان تنفرج الخبر هو الجملة الفعلية ان تنفرج ثانيا افعال الرجاء عسى وحرى واخلوا لقى وهي تعني رجاء حدوث الخبر فعندما اقول عسى العرب ان يتقدموا فاننا نرجو تقدم العرب وعندما نقول حرى الطالب ان ينجح فاننا نرجو نجاح الطالب وعندما نقول اخ لو لقى المريض ان يشفه فاننا نرجو شفاء المريض عسى العرب ان يتقدموا الاسم العرب والخبر جملة ان يتقدموا حرى الطالب ان ينجح الاسم الطالب والخبر جملة ان ينجح اخ لو لقى المريض ان يشفه الاسم المريض والخبر جملة ان يشفه ثالثا افعال الشروع وهي تعني شروع او بدء الاسم في تنفيذ الخبر فعندما اقول بدء المعلم يشرح الدرس فقد بدء المعلم اي شرعه في تنفيذ الخبر وهو شرح الدرس بدء المعلم يشرح الدرس اذا بدء فعل شروع المعلم اسم بدء مرفوع وجملة يشرح الدرس في محل نصب خبر بدء اخذ الطالبان يذاكرا اخذ فعل شروع والطالبان اسم اخذ مرفوع بالالف وجملة يذاكرا في محل نصب خبر اخذ جعل الطبيب يهدئ المريض فعل شروع جعله والطبيب اسم جعله ويهدئ المريض في محل نصب خبر جعله الطلاب طفق يراجعون الدروس اسم طفق والجماعة وجملة يراجعون في محل نصب خبر طفق وهبه المصريون يقاومون الاستعمار المصريون اسم هبه وهبه فعل شروع وجملة يقاومون الاستعمار في محل نصب خبر هبه وانشاء اللاعبون يستعدون للمباراة انشاء هنا فعل شروع واللاعبون اسم انشاء مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم وجملة يستعدون للمباراة في محل نصب خبر انشاءه حكم اقتران خبرها بأن له اربعة احكام الوجوب والكثرة والقلة والامتناع يجب اقتران الخبر بأن مع فعلين حرى وخلولقى ويكثر الاقتران بأن مع فعلين أو شكى وعسى ويقل الاقتران بأن مع فعلين كادة وكربة ويمتنع الاقتران بأن مع جميع افعال الشروع اذا لو قلنا حرى الطلاب ينجحون فالجملة خاطئة لان حرى وخلولقى يجب اقترانها بأن واذا قلنا شرع المعلم ان يشرح الدرس فالجملة ايضا خاطئة لان افعال الشروع يمتنع اقتران خبرها بأن اما مع اوشكى وعسى وكاد وكربة فيصح ان تأتي بأن او تتجرد منها ولكن اوشكى وعسى يغلب ويقصر اتيان أن مع خبرها اما كاد وكربة فيقل مجيء أن مع خبرها انتبه الى ما يلي الملاحظة الاولى اذا لم يأتي بعدها فعل مضارع يرفع ضميرا يعود على اسمها فهي افعال تامة ومرفوعها يعرب فاعلا مثل انشأ المهندس برجين فكلمة المهندس هنا فاعل اما اذا قلت انشأ المهندس يشيد برجين فان يشيد فعل مضارع رفع فاعلا مستترا تقديره هو يعود على اسمها وهو المهندس وبالتالي كلمة المهندس اسم انشأة مرفوع وعلامة رفعه الضمه وجملة يشيد في محل نصب الخلاصة انشأة في المثال الاول فعل تام وانشأة في المثال الثاني فعل ناقص او ناسخ اي له اسم وخبر الملاحظة الثانية افعال المقاربة كادة واوشكة وكربة تأتي على صورتين الماضي والمضارع تقول اوشكت الشمس ان تشرق او توشك الشمس ان تشرق وهذا يعني ان افعال المقاربة متصرفة تصرفا ناقصا ان يأتي منها زمنين فقط الماضي والمضارع الملاحظة الثالثة افعال الرجاء والشروع جامدة اي لا تأتي الا في صورة واحدة وهي صورة الماضي عسى وحرى وخلولقى لا تأتي في مضارع ولا امر وكذلك افعال الشروع بدأ جعل اخذ ضفق هب وما الى ذلك الملاحظة الرابعة اذا جاء بعد عسى مباشرة ان زائد فعل مضارع فهي حينئذ تامة والمصدر المؤول فاعلها مثل عسى ان يرجع الغائب اي عسى رجوع الغائب اذا عسى هنا تامة وليست ناقصة ولا اسم لها ولا خبر ولكن لها فاعل وهو المصدر المؤول اما ان قال عسى الغائب ان يرجع هنا تكون ناقصة والغائب اسمها وان يرجع في محل نصب خبرها تدريبات قم للمعلم يوفه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا نوع خبر الفعل الناقص في البيت هل جملة فعلية مضارعية ام جملة فعلية ماضوية ام جملة اسمية ام مصدر مؤول الاجابة الصحيحة هي الاختيار واحد جملة فعلية مضارعية السؤال الثاني او شكت المباراة ان تبدأ حكم اقتران خبر الفعل او شكة بان يجب ام يقل ام يكثر ام يمتنع الاجابة الاجابة يكثر او شكة وعسى يكثر السؤال الثالث بدأ الطالب يستوعب الدرسة حكم اقتران الخبر بان يجب ام يقل ام يمتنع ام يكثر الاجابة يمتنع لان جميع افعال الشروع يمتنع اقتران خبرها بان السؤال الرابع الفعلان الناقصان الذين يجب اقتران خبرهما بان هل هما او شكة وعسى ام كاد وكربة ام حرى وخلولقة ام شرع وانشأة الاجابة هي الاختيار الثالث حرى وخلولقة فهما يجب اقتران خبرهما بان اشتركوا في القناة